نبدأ معكم أولى فقرات برنامج التساعة بخبر هام جداً خبر متعلق بقناة السويس هذه القناة ليست فقط مجرد أهم مجرى ملاحي في العالم ولكنها بالنسبة لنا إحنا هي تجري في وجدان المصريين محملة بذكريات تضحيات أجدادهم بالنسبة لنا إحنا هذه القناة هي يعني بالنسبة لنا هي إرث لينا إرث معطر بالعمل وبالكفاح أيضاً بالعمل ومؤخراً طالها الحقيقة الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات آخرها ما تم نفيه من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء معاً ما تم تدوله من أنباء تزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عام أيضاً نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء مؤكدة ومشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها وذلك وفقاً للمدة 43 من الدستور المصري كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة من موظفين فنيين وإداريين من الموظفين المصريين أيضاً أوضحت أنه يتم الإعلام بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها مع الإفساح عن بنود التعاقدات وأهميتها التي تهدف بالأساس لإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتميت أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات والشائعات